بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة موني جورشي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اه الوحدة المربعة دي اه الوحدة دي سهلة جدا في تنفيذها اه لانها بتعتمد على اه غرزة السلسلة والعمود بلفة اه وغرزة البيكو فان شاء الله هتبقى سهلة جدا في تنفيذها الوحدة دي ممكن تعملي مجموعة من الوحدات وتشبكيهم مع بعض وتعملي بيهم مفرش سواء مفرش صفرة اه ممكن تعملي بيها كمان انك تجمعي وحدات منها اه وتعملي بيها بلوزة او بلورو اه ممكن تستخدمي فيها خيط قطن او خيط صوف اه حسب اه المشروع اللي انت بتعمليه سواء صيفي او شطوي اه فهنبدأ مع بعض كده ونشوف الوحدة دي هنعملها ازاي اه انا هستخدم خيط قطن اه رفاية يعني متوسط السمك واستخدم خيط متوسط السمك وهستخدم ابرة اه رقم تلاتة ونص اه بس قبل ما نبدأ مع بعض اه المربع ده او الوحدة المربعة دي اه ياريت لو اول مرة بتشوفي قناتي وعجبتي القناة اه ما تنسيش تشتركي وتفعلي على زر الكل عشان يوصلك اي شيء جديد من اللي انا بعمله بازن الله فهنسمي كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنبدأ القطع بتاعتنا دي ازاي او الوحدة ازاي يلا بينا يلا بينا اول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ نعمل عقدة البداية وهنشتغل تمن سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني اشتغلت تمن سلاسل هاجي في اول سلسلة من السلاسل اللي عملتها وهقفل بمنزلقة فاتكونت عندي الدايرة دي بعد كده هبتدي ارتفع بتلت سلاسل واحد اتنين تلاتة دي هعتبرها العمود الاول التلت سلاسل دول هعتبرهم العمود الاول وهعمل فوقيهم تاني تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة التلت سلاسل التانين دول اللي هم هيكونوا المسافة اللي ما بين العمود والعمود هاجي في الدايرة اللي انا كونتها دي وهدخل واعمل عمود تاني بعد كده هرتفع بثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة هدخل في نفس الفراغ وهاعمل عمود تاني عمود بلف عادي بعد كده هرتفع بثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهدخل في نفس الفراغ وهعمل عمود تلاث سلاسل وهعمل عمود تاني انا المفروض يتكون عندي تمن اعمدة بتمن فراغ انا خلصت الدور كده اتكون عندي تمن اعمدة هاجي عشان اقفل الدور اعمل التلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي في تالت سلسلة انا كنت عاملة هنا ست سلاسل هاجي في تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة وهقفل بمنزلقة واحد اتنين تلاتة وهقفل هنا بمنزلقة كده اتكون عندي التمن فراغات والتمن اعمدة بعد كده هاجي في الفراغ الاولان اللي هيقبني ده وهدخل واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده وبعد كده هرتفع بتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهدخل في نفس الفراغ وهعمل جواه تلات اعمدة قد العمود واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده بعد كده هرتفع باربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل اللي ارتفعتوهم وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل اربع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربع يبقى هنا في الاول عملت تلات سلاسل وتلات اعمدة يعني اصبح عندي اربع اعمدة وعملت بعد كده اربع سلاسل ودخلت في الفراغ اللي بعده وعملت اربع اعمدة بعد كده هرتفع باربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل اربع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة وارتفع باربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور انا وصلت هنا لنهاية الدور عشان اقفل الدور بتاعي ما نساش ان انا بعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهاجي هنا في تالت سلسلة ارتفاع وهقفل بمنزلق بعد كده انا عايزة ااجي عند الفراغ بتاعي ده فعشان ااجي عنده بدخل بمنزلقة في كل سلسلة السلاسل اللي بتقابلني دي بقفل بورزة منزلقة وباجي في الفراغ نفسه وهقفل ورزة منزلقة بعد كده هرتفع بتلت سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي نفس الفراغ هعمل تلاتة اعمدة تانين واحد اتنين تلاتة عملت تلات اعمدة وكان عندي التلات سلاسل يبقى اصبحوا اربع اعمدة بعد كده هعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي في نفس الفراغ ده وهعمل اربع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده اتكونت عندي شكل الصدفة هون بعد كده هخش مباشرة على الفراغ اللي بعده مباشرة هنا من غير اي فواصل او سلاسل هدخل مباشرة هنا على الفراغ اللي بعده وهعمل اربع اعمدة ادي العمود الاول التاني تلاتة اربع هرتفع بتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان هعمل اربع اعمدة واحد اتنين تلاتة اربع شكل ده هدخل في الفراغ اللي بعده مباشرة وهعمل اربع اعمدة واحد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهدخل في نفس المكان وهعمل اربع اعمدة واحد اتنين اتنين تلاتة اربع بالشكل ده كده وهقرر بنفس الطريقة انها هدخل في الفراغ اللي هيقبني مباشرة وهعمل بنفس الطريقة اربع اعمدة تلات سلاسل اربع اعمدة لانهاية الدور كده الدور عندي خلص بقى بالشكل ده وقفلته بمنزلقة هاجي انا عايز اوصل برضو لمنتصف الصدفة هنا فهدخل برضو زي ما تعلمنا بغرز منزلقة هدخل بمنزلقة في كل الغرز اللي تقابني دي وهنا في منتصف الصدفة هدخل بمنزلقة بعد كده هرتفع بتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي في نفس الفراغ وهعمل عمود تاني يبقى اصبح عندي عمودين بعد كده هرتفع بواحد اتنين سلسلتين وهدخل في نفس الفراغ وهعمل عمودين تانيين واحد اتنين اتكونت عندي صدفة عبارة عن انها عمودين سلسلتين عمودين بعد كده هرتفع بخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل وهاجي في الفراغ اللي هنا اللي هو بتاع الصدفة التانية دي وهدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده كده هاجي هاجي الف الخط على الابرة وهعمل عشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر سلاسل يبقى انا هنا عملت الصدفة اللي عندي دي عمودين سلسلتين عمودين وبعد كده عملت خمس سلاسل هنا جيت في الصدفة اللي بعدها عملت غرزة حشو وارتفعت بعشر سلاسل هاجي في نفس المكان في منتصف الصدفة دي وهعمل غرزة حشو هرتفع بعشر سلاسل تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وفي نفس المكان وهقفل بغرزة حشو هرتفع بعشر سلاسل تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهقفل بغرزة حشو في نفس المكان بقى عندي الشكل ده كده بعد كده هعمل ايه هكرر اللي انا عملته هرتفع بخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عملت خمس سلاسل هاجي في منتصف الصدفة دي وهعمل فوقيها صدفة عبارة انها عمودين سلسلتين وعمودين تانيين في نفس المكان بالشكل ده كده بعد كده هرتفع بخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هاجي عند الصدفة التانية وهدخل وهعمل غرزة حشو الاول وهرتفع بعشر سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هيجي في نفس الفراغ وهعمل غرزة حشو هرتفع بعشر سلاسل تانين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هدخل في نفس الفراغ وهعمل غرزة حشو هرتفع بعشر سلاسل للمرة التالتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهقفل بجرزة حشو هرتفع بخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مرة تانية هي ارتفع بخمس سلاسل وهكرر اللي انا عملته هعمل صدفة مكونة من عمودين واحد اتنين سلسلتين وفي نفس المكان هعمل عمودين واحد اتنين وهكرر بنفس الطريقة ان انا بعمل صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين وبعد كده بعمل خمس سلاسل وباجي في الصدفة اللي بعدها باجي اعمل غرزة حشو وارتفع بعشر سلاسل وانزل بغرزة حشو وارتفع بعشر سلاسل تانين وانزل بغرزة حشو في نفس المكان والتالت مرة بعمل عشر سلاسل وانزل بغرزة حشو في نفس المكان وبكرر خمس سلاسل وبعد كده صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين خمس سلاسل وهنا بعمل العشر سلاسل ثلاث مرات في كل مرة بقفل بالغرزة الحشو وبكرر لنهاية الدور بنفس الطريقة الدور عندي خلص بقى بالشكل ده هنكمل الدور اللي بعده قفلته بمنزلقة والداني الشكل ده هنكمل الدور اللي بعده هنيجي هنا عايزين نوصل لمنتصف الصدفة هندخل في الورزة اللي هتقابلنا دي ونعمل منزلقة وهندخل في منتصف الصدفة وهنعمل منزلقة وهنرتفع بتلت سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان هعمل عمود تاني سلسلتين وفي نفس الفراغ هعمل عمودين تانيين يبقى عملك صدفة فوق الصدفة اللي هي عمودين سلسلتين عمودين بعد كده هرتفع بثلت سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي انا كنت عاملة هنا خمس سلاسل هاجي في سلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة هنا وهعمل ورزة حشو بالشكل ده كده هاجي ادخل هنا مباشرة انا كنت عاملة هنا عشر سلاسل هدخل هنا فيهم في قلب العشر سلاسل دول وهعمل ورزة حشو بعد كده هاجي في نفس المكان اللي انا عملت فيه ورزة الحشو ده وهعمل عشر اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عملت عشر اعمدة هقفل بغرزة حشو في نفس المكان داني الشكل ده يبقى عملت غرزة حشو وبعدين عشر اعمدة وبعدين قفلت بعشر بغرزة حشو بعد كده هاجي في العشر سلاسل التانين دول وهدخل فيهم وهعمل غرزة حشو هنا هعمل خمس اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اعملت خمس اعمدة هنا هرتفع بتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي هنا اخد الورزتين دول على الابرة عشان اعمل ورزة ديل بيكو وهسحب الخيط كده كونت عندي ورزة ديل بيكو هدخل في نفس المكان وهعمل الخمس اعمدة التانين واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وزي ما بدأت بغرزة حشو هنتهي برضو بغرزة حشو بالشكل ده كده هاجي في العشر سلاسل اللي هما رقم تلاتة وهدخل واعمل برضو هبدأ بغرزة حشو وزي ما عملت هنا عشر سلاسل بعد غرزة الحشو هعمل برضو هنا عشر اعمدة زي ما عملت هنا عشر اعمدة اسفة هعمل هنا برضو عشر اعمدة واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبعة تبانية تسعة عشرة وزي ما بدأت بغرزة حشو هنتهي بغرزة حشو بالشكل ده اديني الشكل ده زي ما احنا شايفين كده بعد كده هكرر بقى ان انا هعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي هنا عند الخمس سلاسل اللي انا كنت عاملاهم هاجي في تالت سلسلة واحد اتنين تلاتة وهعمل ورزة حشو وهدخل هنا مباشرة وهعمل واحد عمودين سلسلتين وهعمل العمودين التانين يعني صدفة فوق الصدفة بالشكل ده بعد كده هرتفع بالتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هاجي عند الخمس سلاسل وهاجي في السلسلة رقم تلاتة وهعمل غرزة حشو هدخل مباشرة هنا بدأنا بقى هنا في الجزء التاني اللي هو في السلاسل العشرة هندخل في اول عشر سلاسل وهنعمل زي ما عملنا في الاول غرزة الحشو وبعد كده بعمل العشر اعمدة وبقفل برضو بغرزة حشو زي ما بدأت بغرزة حشو واجي في العشر سلاسل التانيين هنا هون باجي في العشر سلاسل التانيين برضو ببدأ بغرزة حشو خمس سلاسل ويجي خمس اعمدة وبيجي عند العمود الرقم خمسة بارتفع بالتلات سلاسل وبعمل غرزة البيكو وكمل الخمس اعمدة التانين واقفل بغرزة حشو وبعد كده اتميقل للعشر سلاسل التانين وبعمل غرزة حشو وبعمل العشر اعمدة واقفل بغرزة الحشو بكرر بنفس الطريقة لنهاية الدور ويبقى كده نهاية الوحدة بتاعتي هخلصها وارجع له كده تبقى الوحدة بتاعتنا خلصت يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليلي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني ان شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة